تصدر أي حدث لأبواب المشهد السياسي اليومي يزيد من سيطرته على مداخل ومخارج اهتمامات تلك الألباب التي تبوح أقلامها بصنوف العديد من التحديلات الموائمة لمقام الحال الآن تفسيرات تأتيك على شكل قوالب مختلفة تتناول الموضوع الأبرز من زوايا عدة سواء أكانت مرئية أو غير مرئية وما قد يفرضه الحدث المسيطر أيضا الإسراع في أخذ المناسب من شطائر المواد الإعلامية الدسمة لالتهام مضمونها وتقديم عنوينها بالشكل الذي يذود عن محيط القارئ أو من يتم استهدافه عنوة حتى تجد الرسالة الصحفية حجم ذلك الصدى الذي ترتجيه 48 ساعة دقت عقاربها بصيغة زمنية مختلفة إلى حد ما فتسارع الأحداث وحجم التطورات التي طرأت عليها خلال اليومين الماضيين أمر أودعته الصحف الخليجية ليتصدر أول صفحاتها فمطالعات قطع العلاقات مع قطر أخذت لها حيزا وفيرا داخل جسد الجريدة وحتى على جدران أعمدتها جريدة عقاض السعودية لم تخفي رد قيادة المملكة العربية السعودية ووصفها لامتلاء الكوب الذي لم يعد فيه أي مجال لاستيعاب أكبر لأي شكل من أشكال الصبر فإما منن بعد يا قطر وإما فداء فلا يجب أن تزل قدم العلاقة عن خط ثبوتها المتمثل ببوادر الاحترام الحقيقي لحقوق الجيرة وكف الأذى صحيفة الرأي الكويتية أرخت ستارها عن تفاصيل تلك المساعي الجادة لحل الأزمة ورأب الصدع في البيت الخليجي وفي الوقت ذاته جاءت على ذكر تلك المطالبات التي تنادي بخريطة طريق مضمونة تكسب الحق لكل مطالب به السياسة الكويتية جاءت بعنوان أفصح عن انعدام رؤية العودة القطرية إلى البيت الخليجي إلا من خلال باب واحد لا يمكن فتحه إذا لم يتم إدخال رموز الشروط العشرة لمصالحة يشهدها البناء الخليجي مع الدوحة صحيفة البيان الإماراتية نقلت ما جاء على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش في مقابلة له مع إحدى المحطات الأمريكية الذي بين مقدار الضرر الذي خيم على إطار العلاقة بين دول المجلس جراء ما اقترفته اليد القطرية من ذنوب قد تختفر إذا أصلح المسيء وصوب من نهج حياته